من فترة انا قلت انا كويسة وما فيش اي مشكلة ودي كانت مجرد اشعاية وتحصل كتير جدا بس هي ممكن كانت بزيادة شوية المرة دي بس بحقيقة لا الحمد لله الحمد لله انا بخير يمكن انت المطربة الوحيدة اللي تقال عليها مخطوفة لا مخطوفة وتجوزت لا كتير حاجات كتير طلعت يعني حاجات كتير طب انت كان رد فعل الموضوع دقيقي يعني لما عدت ايام كتير كده يقولوا مخطوفة حرفيا انا تخضيت على نفسي يعني انت خفت ان تكون مخطوفة على نفسي فعلا يعني حقيقي يعني انا ماذا يعني انا قلت خلاص يومين والموضوع ده حينتهي شاعم ضمن الاشعاعات يعني لقيت عمل بيزيد فنزلت صورة اني انا هو وفعلا انا كنت ساعتها طبيعية جدا وعادة وتمام والحمد لله لقيت ان الناس لقى الاكاونت مش في ايديها قلت لا بقى في حاجة مش طبيعية يا جماعة انا قال لك لا دي مش هي ودي صورة قديمة انا عادة قليلة الزهور عن ميديا يعني انا لا هتلاقيني عاملة لايف معرفش فين ولا بطلع اعمل ايه يعني قليلة الزهور جدا على السوشيال ميديا انما لما طلعت وقلت انا كويسة فعلا انا كان باقي ان انا كنت تعبانة جدا يعني دي كانت الكورونا ولا كان حاجة تلك دي كانت تالت مرة كورونا تالت مرة كورونا وانا كمان منعتي ضعيفة جدا وكان شبه اختناء عندي يعني نفسي ما بتقدرش طبعا الكورونا انتوا عارفين بتأثر طبعا اه فبتعب جدا يعني منها فعايزة اطلع اقول انا كويسة خايفة لما يفتكروش ان انا كويسة فعلا بس يعني ايه حاولت ان انا اقول للناس وطب منهم يا جماعة انا كويسة ما فيش اي مشكلة وما فيش اي حاجة من الحاجات اللي بتحصل دي ومن الكلام اللي بتقال على السوشال ميديا ده طب يمكن الناس وقتها قالت وقت طويل ما ردتش طب تطلع يعني صوت وصورة شوية ما انا عايز اطلع ما انا بقول لحضرتك عايز اطلع بس انا حقيقي مريضة يعني انا حقيقي تعبانة يعني هم عايزين يشوفوني يقولوا لا قصدية تعذبت يا ما عرفش اتقال لو طلعت فعلا يقولوا تعذبت لو كنت طلع في الوقت ده هيقولوا كده اني كان الكورونا مدمراني كان شكلك متعذب اه 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 كانت مدمراني فعلا يعني بتغير ملامحي برضو كانوا بيقولوا لو دقتين لو تلت دقايق طلعت والله دقتين وبرضو لما طلعت قالوا مش هي قالوا مش هي اه وقالوا دي مش في بيتها ومش في بيتها اقول ايه بقى طيب اقول ايه تفتكري ليه ليه الظاهرة يعني اكيد انت صحابك حتى القريبين ابتدوا يتصلوا بيك امال انت مخطوفة اه لا لا انا حقيقي انا تخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني وبكلمهم برد عليهم ومش مستبدئين ان انا اللي بكلمهم يعني وصلت ان انا بكلم قريبي او صحابي لا لا ابعتنا صوتك اقولتهم لا انت بتستهبلوا اكيد انت بتقولي كده وفي حد جنبك اه 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 امال بكلمين وردي وقالتهم يا جماعة لا انت لأ بقى انتو زودتوها ما فيش كلام با ف وحتى كنت تمشي في انت كوي اقولتهم يا جماعة والله ما في حاجة يعني انا كنت بتمرن وبروح الجم قبلها بدأت الحاجات اتعبت لما تعبت وكمان ما بروحش فاتأكدوا تماما ان انا لا في حاجة ان انا بقى لا في جم ولا بمعرفش ايه لا دي خلاص دي فعلا مخطوفة دي فعلا فيها حاجة لا مفيش اي حاجة ما فكرتش ليه فكرة مخطوفة دي دولا اي شيء معرفش انا بحس بحس ان بالفترة كده بالناس كلها اي شاعة عن اي موضوع مش موضوع كده الناس بتجري وراه يعني ممكن لو انت تتكلم في موضوع منطقي مثلا اه هيسمعوك بس لو موضوع تاني فيه اي اصارة او فيه اي لغة اه يبقى اوفر اه يبقى اوفر جدا اه لو اوفر الناس تنبسط منهم اه اه بحس كده هل انت تعلمتي حاجة من موضوع ده يعني مثلا لو حصل تاني لقدر الله عيانة مش عارف ايه ممكن بقى تتصرفي بطريقة تانية انا احبقى سيف فيديو قبلها احتياطي اه عامل ايه اتصوري فيديو انا معايا فيديو انا معايا فيديو اتغني فيه بقى وكل حاجة علشان الناس لانا غنيت وقاله لا مش هيئة برضو لغاية اما لغاية ما غنيت غاية تم قفت على المسرح اه 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 مش هيئة دي دبلار والغاية دلوقتي ده جايز برضو انا قاعدة معاك يقوله مش انا اه ممكن او حاجة قديمة او حاجة قديمة مثلا متسجلة من مدة طويلة طب عايزة تقولي للناس ايه يعني عايزة تقولي لهم يا جماعة طم انا هو انا تمام انا بخير وبشكركم جدا طبعا على اهتمامكم وحبكم وسؤلك وده ان دل دلع محبة كبيرة وده حاجة بالنسبة لي كبيرة لان فيه اسعد من ايه للناس تحبك فدي طبعا انا بشكرهم عليها بس انا فعلا حقيقة بطمنهم وبقولهم انا بخير وما حصليش اي حاجة وما فيش اي حاجة لا تعذبتي لا 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 ولا تعذبت ولا خطفت لا خالص كنت بتفكري في ايه بينك وبالنفس كما تقري الكلام ده زي ما قلت لحضرتك بقول اني الحمد لله برضو على المحبة ارجع اقولك محبة الناس وقلقهم عليك بس ما في الوقت بقول ليه ده يعني انا كنت مستغربة ليه ده ليه بالشكل ده ليه الموضوع خد حجمه اكبر من حجمه يعني يعني نصف فنانين مصر جاء لهم كورونا عادي اه 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 وما حد شافهم حتى لانه هو عنده كورونا الرجل خلاص بيختفي انت بتختفي انت مضطر تطلع عشان انت تقول لي الناس انت بخير عشان الموضوع كبر بزيادة كان يمكن لو طلعتي قابلي كده بشوية الامور تقتلع يمكن يمكن بس اعتقد لا هي كان الموضوع خلاص بقى بومنك خلاص يعني طلعت قابل طلعت بعد هو الموضوع خلاص يعني كان الدنيا طارت طارت فوق اه وحتى ما يطلع صوتك لا صوتها في حاجة اه طب والدتك كان بتقولك ايه مثلا ماما ماما كانت متضايقة لاني بيتقال يعني بيتقال علي بتعذب ما عرفش ايه ايه كلام الفارق ده وكانت متنرفيزة جدا يعني بس هي كانت متطمنة انك ما بتتعذبيش لا هي كانت معي اه ايه هي كانت معي معيش انا ياسف انا صدي دخلت في الموضوع لا لا هي جت هي خافت هي نفسها خافت قدتني انت في ايه تقول لي لا 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 في حاجة مش طب قدتني يا ستي والله انا جانبك حياة ارزق وصحبتك القريبة منك لا كله كل الناس بقريبي بكل بقولك قريبي بيقولولي بعتلنا صوتك عشان نتمن عليك لما حنجيلك ده اثر عليك يعني اثر على شغلك اثر على حياتك اثر عملك حاجة نفسية اي 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 اقعدت شوية طبعا مخدودة يعني مخدودة طبعا يعني مش حاجة سهلة يعني فكان يبع عندك مثلا رغبة انك تنزل الشارع يا جماعة امان ماهر اول ما حد كان يقولك ابقلهم والله يعني وصلت ان انا بقول للناس والله في حاجة والله انا كويسة ما تخطفت والله بشرح للناس اللي انا معرفهمش في اي حد بيقابيني في اي مكان في الجيم في اي مكان في المدرسة ابنك لا كان عمر كبر ما بروحش سهد بس كله بيكلم ومامتك كويسة كان هواية نربز يعني فيه اي يا جماعة ماما كويسة ماما حلوة اه يقول كده يقولوا احنا مش مصدقينك يقولوا لابني احنا مش مصدقينك احنا مش مصدقينك ما تردش الحمد لله ان شاء الله ما تتخطفيش تاني لا لا انا هو معيك ونشوف يعني انجازات بقى جاية اكيد بتتبعي الحفلات العظيمة اللي بتجرى في موسم الرياض بتتبعي الانجازات الاغاني وليلي رأيك ايه في الموضوع بس انا يعني سعيدة جدا 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 باللي حاصل في المملكة انا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفضيع اللي حاصل لاني ده تطور للوطن العربي كانت فعارف لما يكون فخور بحاجة عندك في وطن عربي ده بيحصل عندك في منطقة عربية عندك فدي بتخلي الواحد الى حد ما فخور فرحان ان فعاليات عالمية بتحصل على ارض عربية فدي حاجة بصراحة كلنا متشرفين بيها شكل الاركسترا شكل المسرح كل حاجة صراحة من كل حاجة كل حاجة يعني من ادق 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 التفاصيل من حاجة هيوج يعني حاجة اه حاجة هيوج بتشوفي زملاتك وزملائك الفنانين طبعا وهم بيعملوا الحاجات العظيمة دي التشكيلات الجديدة طبعا طبعا يعني شفنا حاجات ما شفنا يعني توليف تركيبة اه فورمات جديد بالزبط بالزبط ايه اكتر حاجة عجبتك يعني اكتر حاجة عجبتني بصراحة لو اقولك على حاجة واحدة اكون كدابة يعني اكتر حاجة حاجات كتير عجبتني التنظيم الشكل الحاجات الغير متوقعة اللي حصلة هناك ايوه فجأة برافو عليك فجأة المصرح يحصل في حاجة غريبة جدا بالزبط اتنين متتوقعيش ان يغنم عبعض بالزبط حد فنان كبير او يظهر بالزبط بالزبط يعني حاجة صراحة الواحد فخور بيها كلميني عن علاقتك الفنية بالمستشار توركي الشيخ والله كان عندنا علاقة فنية وعندنا نجاحات كتير جدا وان شاء الله بإذن الله يحصل نجاحات قضمة بإذن الله اغاني وكلمات ان شاء الله يعني احنا كان بنا اغاني نجحة جدا يعني كتير طبعا كتير الفترة اللي جاية دي ممكن نشوفك في موسم الرياض ممكن نشوفك في المملكة اكيد ان شاء الله طبعا يعني وسط كل النجاحات دي برضو نحب نشوف امال مار هناك اكيد ان شاء الله اكيد بايش عرف مجهزة حاجات جديدة لا لسه ان شاء الله بقى تبقى مفجأة بس انتي برضو فيك الاقاع الهادي الجميل ده يعني كده وكده يعني يعني ان شاء الله هتبقى توليفة حلوة وبإذن الله تبقى مفجأة حلوة بتجهزة ايه لي من دول او لامتا حتى عشان ننتظر قبل ما تتخطفي لا 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 قبل ما تتخطفي لا بعد رمضان يعني خلاص رمضان داخل بتبقى وقت قعدين بقى طبعا خلاص يعني مش وقت اغاني يعني بس بعدين ممكن يبقى في حاجة او طبعا اكيد مفيش اغاني مسلسلات مفيش حاجة لا للأسر بتقري كلمات لمين اللي هو من دول والله انا نزلت الخمس اغاني من النص الاول من الالبوم وفيه النص التاني هينزل بس مش عارفة لسه التوقيت امتى بالزبط بس ان شاء الله نزل يعني لسه ما غنتش هغاني فبإذن الله برضو يعجب الناس زي النص الاولين ان شاء الله ان شاء الله الفترة الاخيرة جوا مصر هنا مين عجبك اغاني وقفت جنب اغاني قدام اغاني مين مجهود معمول حاجة جديدة والله بص انا دلوقتي انت بما انك عادة مخطوفة بقى فعندك وقت لا لا يعني دلوقتي انا يعني رايحة في غرام عبير نعمة اه انا اه يعني بقيت من المهتمين اللي سمحها لان هي من الاصوات المميزة بالنسبة لي